استرعت الرسائل الإلكترونية المسربة للرئيس السوري وزوجته أسماء الأخرس انتباه الرأي العام لما نقلته من معلومات عن طريقة تعاطي رئيس الأسد مع الأزمة في بلاده والنصائح التي يتلقاها من مختلف الأطراف الرسائل التي يتخطى عددها الثلاثة ألاف تنقل بعضها وثائق لمرافق الدولة السورية ومعايدات في المناسبات الاجتماعية إضافة إلى اتصالات متكررة مع عدد من المقربين من بشار وأسماء من أهم الرسائل المسربة رسالة من والد زوجة الأسد فواز الأخرس يقدم فيها اقتراحات لخطاب من المفترض أن يلقيه الرئيس السوري للتحدث عن التطورات في بلاده وينصح فيها صهره بالتركيز على الإسلام وربطه بثوابت سوريا التي هي المقاومة والعداء لإسرائيل وحماية فلسطين حيث قبلة الصلاة بما أن معظم السوريين هم من الطائفة السونية وهم متدينون في مراسلات أخرى نصيحة للقيادة السورية بعدم اتهام القاعدة مباشرة بعد التفجيرات التي تطال العاصمة لأن هذا الاتهام ليس من مصلحة القيادة السورية وتحمل تبرئة للمعارضة وللأمريكيين ويشير حسين مرتضى الذي أرسل المعلومات إلى أنه طلق اتصالات من إيران وحزب الله بصفته مدير قنوات إيرانية ولبنانية لطلب عدم ذكر القاعدة في الاتهامات شهرزاد الجعفري وهي ابنة السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري عملت في مرحلة معينة على لعب دور الوسيط مع الرئيس السوري بشار الأسد خصوصا بعد تحذير والدها من مسألة تتعلق بسفير سوريا السابق في السويد الذي هرب بطريقة مفاجئة إلى تركيا وانشقها بعد أيام ومن ابنة أمير قطر مياسة الثاني عرض باللجوء إلى قطر وهي بحكم صداقتها مع السيدة الأولى تنصحها بإقناع الرئيس باللجوء من دون الاضطرار إلى مواجهة أي ملاحقة أما اهتمامات السيدة الأولى والرئيس السوري في الرسائل الإلكترونية في خضم الأزمة السورية فطلب أسم الأسد إلى ابن شقيق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عزمي الجزء الأخير من أفلام هاري باتر وانشغالها بشراء أغلى الأثاث والمجوهرات والأحذية على الإنترنت من خلال اسم مستعار